لم تلتزم ميليشيا أسد بتطبيق البند الأول من اتفاق سوتي إذ أنها لا تزال تحتفظ بجزء كبير من سلاحها الثقيل على خطوط التماس مع أدلب الأمر الذي حذرت فصائل الشمال من تداعياته وأكدت بقاءها على أهبة الاستعداد تحسما لأي هجوم محتمل شمال حما وغربها كان مسرحا لأولى خروقات المنطقة العازلة حيث أفاد مراسل أورينتنيوز أن عددا من المدنيين جرحوا جراء قصف ميليشيا أسد الطائفية قرية زيزون في سهل الغاب غرب حما القصف امتد ليطال مدنا وبلدات في شمال المحافظة أبرزها اللطامنة تلك المعطيات ربطها ناشطون بتصريحات كثيرة أرادت على لسان مسؤولين روس وآخرين في نظام الأسد اعتبروا فيها اتفاق سوتي حول أدلب المرحلي والمؤقت في إشارة إلى أن احتمالية خرقه قائمة يعزز ذلك مسألة عدم سحب السلاح الثقيل جملة الأحداث هذه دفعت منظمات دولية وحقوقية للدعوة إلى ضرورة الحفاظ على تطبيق اتفاق سوتي وبدل كافة الجهود لعدم انهياره وفي بيان المشترك حذرت عدة منظمات أبرزها لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمت أنقذ الأطفال من شن النظام وحلفائه أي هجوم عسكري على الشمال السوري وما لذلك من كوارث إنسانية تهدد حياة أكثر من ثلاثة ملايين نسمة ترجمة نانسي قنقر